بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي بعدا مع ممثلين منظمات الدولية العاملة في المجال الصحي والإنساني تعزيز الجهود المشتركة في مواجهة جائحة كورونا في ظل الوضع الصحي لاستثنائي الراهن وشدد الدكتور الوليدي في اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان متحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا الدكتورة إشراق السباعي على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة من عجل الارتقاء في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى في مختلف المرافق الصحية في المحافظات وأكد الوليدي إن وزارة الصحة تساهم في توفير كافة المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية وتحسين جهود الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية والمستشفيات والمحاجر الصحية مشيدا بالجهود المفذولة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية في تقديم الدعم اللازم والطارئ لمواجهة الأوبية ومنها وباء كورونا